احنا عندنا قصور مرعب وطول الوقت بنده في مسكنات وبندحك على نفسنا وبنقول نفس الكلام المدرب ده مش على المستوى المدرب ده جاي اكل عيش المدرب ده ما عندوش تموح المدرب ده خلص المدرب ده اصلي مش عارف ايه مش المدرب والله ما المدرب والدليل على كلامي انه كان فيه فرق في الدولة قبل كده في الاهلي او الزمالك يقولك كان عندهم لعيبة عظيمة جدا كانت تكسب بأي مدرب هاتلي بقى اللعيبة العظيمة دي اللي تكسب بأي مدرب دلوقتي مش هتلاقي ايه المستوى ده مستوى حزيل يا جماعة مستوى يكسف عايزين نفوق شوية انا بصراحة النهار ده فرج على المطشوات مش فارق معي بقى مين بيلعب ومين بيكسف ومين وحش انا حاطت قدام عناية روي فيتوريا روجل ده دلوقتي مفروض قد يفرج على الدولة عشان ياخد قوام اساس المنتخم مصر لعبت المستقبل مين بقى قعد كده وانت وانا بتكلم كده قعد فكر مين جمع خمس لعيبة مش بقولك عشرة ولا حداشر مش بقولك عشرين ولا تلاتين جمع لي خمسة ينفقوا يلعبوا دولي عندهم سبات في المستوى بلاش اللي هو الايه اللعب اللي انت بتحبه سيبك من اللي انت بتحبه كلنا بتحب لعيبة وميلين ليهم وشايفين عندهم حاجات حلوة بس هاتلي لعيبة عندها سبات في المستوى هديك امثلة هديك امثلة ويالله بقى ربنا يرزقنا افشا ده مش لعب كبير انت شايفه لعب كبير او لا اه لعب كبير اه عنده امكانيات عنده سبات في المستوى لا محمد شريف كان هندف الدولي ايه رايك فيه دلوقتي حسام عبد المجيد الموسم اللي فات كان رائع ومدهش ايه رايك فيه دلوقتي عدلك سيف الجزيلي حتى هذه اللحظة مش هو سيف الجزيلي بتاع الموسم اللي فات بس سيبك ده تنسي هممكن بقى نقعد نعد لعيق روقة اشرف روقة انا بس بحاول لديه هنا من هنا وهنا عشان انا عارف ناس يتقول لي اقاتل اهلي ولا جاء على الزمالك والموضاء بالنسبة لي كله اهلي وزمالك اسماعيلي ومصري وبرامنز وفيوتشر وكل الفرق احنا عندنا لعيبة تلعب على ليفل معين انا بقى ببص مش على ليفل بتاع الدوري في الدوري اهو كلنا وحشين مع بعض نعديها والاقل يعني الاقل سوء ان يكسب في الاخر مش مشكلة بس تخيل العيبة دي ورح بسرعة ببص بعنيك على كاس العالم الكن لسه من كم يوم مين بقى يلعب في كاس عالم مين يلعب في المستوى ده الكرة جيالك تجي تستلم الكرة تلاقيها جريت اربعة متر لقدام يا راجل مش عارف تستلم ولعيب اهلي وزمالك ده كلام النهاردة مرس الكرة بعد المباراة يقولك احنا مش عارفين نشتغل مع اللاعبين على مهاراتهم الفردية عشان احنا كل يومين بنلعب مطش هو لعيب الاهلي هو لعيب الزمالك المفروض قصة يا المدرب يشتغل معايا على مهاراته الفردية على الحاجات البدائية ده طبيعي ومنطقي ده مفروض بقى اللاعبة السوبر هي بتاعت الاهلي والزمالك دول اقصى احلى حاجة في السوق دول اللي على الفرازة لسه هيشتغل معاهم كمان عصلا النهاردة بقولك كلمتين دول ليه انا سامع من ساعة من ساعة ما خلصت المطشاط الكلام كله سواء على سوشال ميديا او برمجة او اوف اي حت مارس الكورلر شاكله مدرب مش كويس احنا اتخذ عنا فيه شوز فالدو فليرة خلص الموسم اللي فات ومش عايز يدي تاني عاكمها لا ما تبقى مش نفضل نتحكي عن نفسنا بقى مش نفضل نتحكي عن نفسنا هنفضل نغير في المدربين هنا وهنا وهنا وانه راح نغير والحكاية واضحة لعيبة فيها مشكلة المنازمة مارس الكورلر النهاردة جزوز فالدو فالدو بعد المباراة ما طلعش في المؤتمر الصحفي بس مارس الكورلر طلع في المؤتمر الصحفي وانتقد يعني انتقد كل شيء انتقد طبعا فالدو سموحة وقال ان هو ما شافش اللي عمله سموحة دوات من 40 سنة فالدو بيدافع طول الوقت فالدو بيدضيع وقت كل شوية وقال انه لازم يبقى فيه نزارات وكرود حمراء اتقد الجماهير ودي جديدة بصراحة ودي جديدة وليه رأي فيها النهاردة تحديدا تحديدا كنا شايفين الاجواء عاملت ازاي الجو وفي مطر طول الوقت والدنيا برد والمطش الاهلي كان هو اللي متأخر ومطش الزمالك اللي كان بدري انت كمدير فني للنادي الاهلي ما تحطش جمعين النادي الاهلي في مقارنات ولا مدير فني لجمهور الزمالك يحط جمهور الزمالك في مقارنات مارس الكورلر طيراء قال النهاردة جمهور الاهلي ما بيقىش يجي بعدات كبيرة عكس المنافسين يتحدث عن الزمالك طبعا ما تحطش المقالات فيه ظروف فيه أجواء فيه تفاصيل يعني ممكن تعدي بس انت جمهور الاهلي اهو جمهور الاهلي ده تحديدا هو جمهور النادي الزمالك اللي فعلا على الحلوة والمرة معاك هو معاك طول الوقت فانت انت طالع النهاردة عايز ترمي على اي حد ترمي على اللعيبة انا ما قدتش في الشوت الاول ترمي على الجمهور ترمي على المنافس منافس ماله انا اسموحة لعبت زي ما انا عايز بالزبط ولو النهاردة فيه تفوق لمدرب على مدرب فطريق العشري طبعا تفوق على مرسل كورلر تفوق ليه على مرسل كورلر عشان طريق العشري عايز يلعب دفاعي ويقفل كل مفاتيح اللعبة بتاعة النادي الاهلي وعملها بامتياز والدليل ان الاهلي طوال المباراة ما فيش شوطة واحدة بين الثلاث خشبات شوطة واحدة بين الثلاث خشبات يبقى انا عملت ايه ده انا منعتك كمان توصل للمرمى بتاعي منعتك فتفوق مبهر تفوق كبير للكابتن طريق العشري لا ينتقد عليه بالعكس نبالة ومدرب هطلع اقول بصراحة المنافس بتاعي النهاردة لعب بطريقة انا ما بحبش هلعب بيها بس هو نجح في طريقته وتفوق علي بما انه فرض طريقته علي مش هطلع اقول لا ده الوحشين ودموهم تييل ولعبوهم وحش علما علما عشان ببقاش بغير كلامي مرسل كل من اكتر المدربين اللي بحترم تصريحاتهم في المؤتمرات الصحفية زكية واضحة وصريحة وفيها مواجهة وفاكر مطش الاهلي كسبه 3-0 طلع بعد المباراة وقال انا ما كانش عجبني الاداء يعني مش مدرب لما يكسب يقول كان مطش الاتحاد لما المدرب لما الاهلي يكسب يقول ان الاهلي حاله لما يقصد يقول الاهلي وحش لا هو بيشوف وبيقول بس هو بصراحة يبدو كده ان مرسل كرة زي وزينا هو متفاجئ من اللي بيحصل متفاجئ من شكل الاداء وكولة اللاعبين هو جاي النادي الاهلي جاي اكبر نادي في القرى الافريقية وبالتالي هم متصور انه في حد قدنى في المستويات لا ان الحد القدنى ده تحت اوج اوج بعدين في الاهلي تحديدا يعني